متى تستيقظين يا أنيسة؟ أستيقظ في الساعة الرابعة والنصف يا أمي ثم أرتب سريري بعد ذلك أصلي الصبح والآن أريد أن أساعدك في المطبخ أحسنت أنت بنت مشتهدة ماذا تطبخين يا أمي؟ أطبخ الرز المقلي والدجاج المشوي ما هذا؟ هذا مثل التلفاز هذا ليس التلفاز بل هذا فرن الفرن للشواء والتلفاز لمشاهدة البرامج أريد أن أقلي البيضة بهذه المقلات يا أمي تفضلي بعد ذلك ضعي الصحون والملعقات على المائدة حسنا يا أمي الفطور جاهز يا أبي يا أخي هيا نتناول الفطور معا هنيئا مريئا